السلام عليكم يا شباب زيكم سنة 4 يا رب تكونوا جميعا بخير كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة العام الدراسي الجديد وبصراحة يعني الواحد زعلان ان هو يبدأ معاكم اول محاضرة كده اونلاين من غير ما يبقى فيه يعني شغل المحاضرات في المدرج بيفرق جامد جدا مع عضوها هي تدريس يعني لما يتعامل مع الطلبة وجه اللي وجه بتبقى احسن بكتير الحقيقة بس يعني المضطرين للأسف للكلام ده عشان سلامتكم يعني فيعني ان شاء الله هنشتغل مع بعض من خلال الفيديوز بنسبة للأكتورز وهتكلم دلوقتي على نظام المادة هنتكلم على طبعا مادة الابلايد فارماكوجنوزي معاكم دكتور محمد محيددين واحد من الستوف ميمبرز اللي هيدارسوها في الترم الأول هكلمكم دلوقتي على المادة ولكن مبدئيا عشان نبقى فاهمين احنا بنتكلم على كلمة ابلايد فارماكوجنوزي كلمة ابلايد يعني دايما زيما الاسم كده باين انها هتتكلم هبنتكلم فيه على مجموعة من الابليكيشنز فاحنا بنتكلم على مجموعة من الابليكيشنز الخاصة بالفارماكوجنوزي زي اي فكرة لما نيجي نبقى بسطها لكم خالص كده انا بنتكلم مثلا على الابس اللي انتوا بتستخدموها على الموبايل فاي اب ايه الهدف منه اللي هو هدف معين انت بتستخدم الاب ده عشان يعمل لك حاجة معينة او عشان يعمل لك وظيفة معينة او فونكشن معينة فنفس الكلام هنا هيبقى عندي مجموعة من الماثدز عندي مجموعة من الانسترومنز عندي مجموعة من الجايدلاينز الهدف الاخر منها ان اعمل في مجال الفارماكوجنوزي وفي مجال الهرب اندستري بشكل عامل او في مجال صناعة الهربز والهرب البرودكس هنتكلم بالتفصيل طبعا في المحاضرة دي كوفر فيو كده عن المادة وعن السلبس وايه اللي بيتعطى فيه الكورس ده ان شاء الله على مدار ترمين الترمي الاول والترمي التاني خلاص كده مبدئيا انا برحب طبعا بيكم في سنة رابعة وبتمنى ان شاء الله ان احنا نقضي مع بعض سنة كويسة تكونوا يعني تستفيدوا فيها وتطلعوا بحاجة من الكورس ده من خلال الكورس الانستركتورز بكلهم يعني بإذن الله ويتكون ان شاء الله حتى الـ practical sessions برضو تكون مفيدة بالنسبة لكم ويبقى فيها بعض الـ skills ان شاء الله نكتسبها بنهاية الـ turn تمام؟ خلينا بقى نبتدي مع بعض كده الكورس بتاعنا ونشوف الشغل بتاعنا حيمشي ازاي اول حاجة طبعا عايزين نعرفها بالنسبة للكورس الناس اللي حاديمين حيدرسيننا الكورس لازم نبعارفين على قل الأسماء دلوقتي طبعا الـ online ده بيخلي ما فيش اي communication قوي ولكن احنا هنكيب الـ communication وحقول لكم احنا هنكيب الـ communication مع بعض ازاي؟ مبدئيا الاول الـ teaching staff دعنا في المخابرات هيبقى دكتورة آية أسعد هتدي جزء الـ production of secondary metabolites ده هيكون ان شاء الله الترم الاول دكتورة مسعودة عامر هتدي جزء الـ GC of phyto-pharmaceuticals وده برضو هيكون الترم الاول دكتورة ريهام سعيد هتدي جزء الـ quality control وده هيكون الترم التاني ومعاكم برضو ما تكون محمد محيدين هتدي جزء ان شاء الله الترم الاول الـ HPLC والترم التاني ان شاء الله هنتكلم فيه برضو على جزء متعلق بـ quality control ودكتورة ألاء البنة هتدي جزء الـ biosynthesis ده يعني tentative كده يعني plan للكورس بتاعنا ان شاء الله ممكن يحصل فيه بعض التغييرات ولكن هو ده تقريبا الـ schedule ان شاء الله هنحن نشتغل من خلاله بعض الاجزاء دي زي ما قلتلكه هتتغطى الترم الاول وبعض الاجزاء زي مثلا الـ quality control بتفاصيل وكلها هيتغطى الترم التاني سواء الـ genetic engineered medicine او الـ herbal products تمام طبعا في المعمل مهم قوي برضو نبقى عارفين مين معانا جوه المعمل معانا جوه المعمل ان شاء الله مدرس مساعد دكتورة دينا غلاب ومعيدة دكتورة سارة شكري تمام فمهم قوي ان احنا نبقى عارفين الاسماء دي لان الاسماء دي احنا اللي هنروح لها وما دول معايدين يمسؤولين عننا في الفرقة طول الترمين الترم الاول والترم التاني اي حاجة مشكلة متعلقة بالعمل بتروح لهم الاول يعني بيقولولك تروح لحد من الدكتورة اللي موجودين في العمل عشان يساعدك في المشكلة دي خلاص كده تمام وبالنسبة لي انا كـ office hours انا طبعا ان شاء الله هبتدي معاكم الترم فهنشتغل في الاول مع بعض الجزء الاولاني اللي هو الـ HPLC هنتكلم عليه فبالنسبة لي طبعا هيكون فيه انا محافظ ان لسه برضو يكون فيه الترم ده office hours جوه الكلية يعني برضو من حقق ان انت تيجي كلية عادي جدا في الـ office hours انا بتاعتي يوم الثلاث من الساعة عشرة للساعة واحدة لو عايز اي اسئلة في اي حاجة تقدر انها تجيلي انا مكتبي ان شاء الله في الدور الخامس المبنى الجديد قدام المعمل اللي هتشتغلوا فيه على طول احنا المعمل بتاعنا الترم ده زي معمل الفايتوس انا اللي فاتت فهنشتغل فيه المعمل اللي قدام اللي هو معمل الفايتوس اللي هو في الدور الخامس المبنى الجديد انا مكتبي قدام المعمل على طول بإذن الله وحكون متواجد يعني بالنسبة لكم كأسئلة أو أي حاجة متعلقة بالملهج من عشرة لوحدة يوم التلاتة إن شاء الله طيب أنا مش عايز أجي في الأوفيس أورز أو مش قادر أجي أو عندي أسئلة بسرعة وعايز أعرف إجابتها من خلال إيه المايكروسوفت تيمز وحنتكلم عليه في السلايد اللي جاي يبقى ده مبدئيا كده الأول التيتشينج ستاف بالنسبة للنظري والجزء بتاع العملي برضو مين هتولاه والأوفيس أورز بالنسبة لي أنا هتبقى يوم التلاتة إن شاء الله من عشرة لوحدة طيب النقطة التانية بقى بالنسبة لي الكورس جريدز والجريدز بتاعته خلينا نتكلم عليه في السلايد اللي جاي طبعا إحنا بنسبة لكورس جريدينج سيستم أنتو طبعا عارفين أكيد أكتر مني يمكن الجريدينج بتاع الكورس بالنسبة للايحة بتاعتكم اللي هي الباتشل البروجرام إحنا بنتكلم على 150 درجة الترمي الأول بالنسبة للابلايت فارباكوجنوزي المتقسمة طبعا 45 براكتكل و30 أورل و75 عبتبقى على الفاينل إجزام وهنا يمكن دي فرصة كويسة قوي إن أنا بتدي أتكلم معاكم على الشغل بتاعنا حيمشي إزاي إحنا دايما الشغل بتاعنا هيكون المحور بتاعه هو المايكروسوف تيمز ده هو ده أهم حاجة عندنا في الجزء ده وده مهم قوي إن إحنا نبقى موجودين عليه ونبقى أكتف عليه مش مسألة أن أنا موجود جوه الكلاسروب وخلاص لا مهم قوي إن أنا بقى أكتف على التيم وحفاهمكم إزاي نبقى أكتف على التيم أول حاجة عندنا بالنسبة للتيمز التيمز زي ما شرحت بالنسبة لكم في حاجة مهم قوي اسمها تشانلز تمام التشانلز دي هتبقى موجودة على التيمز وإمكان أنا شرحت أو نزلت ريكورد ميتين كده موجود حتلاقيه على الجانرال تشانل بتاعت التيم ده مهم قوي إن الريكورد ميتين ده حوالي 12 دقيقة مش كبير مهم قوي إن انت تقعد تسمعه فالناس اللي ما سمعتش الميتين ده مهم قوي إنها تدخل على التيمز بتاحها على الابلايد فرماكوجنزي تيم وتبتدي تشوف الجانرال تشانل هتلاقي على الجانرال تشانل ده ميتينج مدته 12 دقيقة بتخش عليه بتنزله كفيديو عادي جداً بتنزله عندك على الكمبيوتر وبتددي تسمعه بس كده تمام الريكورد ميتين ده فيه كتير قوي من المعلومات المهمة اللي أنا عايزة تبقى عارفها قبل ما تبتدي تشتغل على التيم واسمه Applied Pharmacognosy Orientation Day أو Orientation Lecture المهم في النقطة دي إن التيم ده متقسم لمجموعة من التشانل سوف تلاقي الكلام ده كله موجود في الفيديو التشانل منهم هتبقى متعلقة بالبراكتيكل وبتالي أنت من خلال التشانل دي هيبقى مطلوب منك أن أنت تتابع كل اللابز اللي تنزل في البراكتيكل طب البراكتيكل هينزلي إيه على التشانل دي البراكتيكل عندنا فيه جزء شرح للعملي وفيه جزء اللي فيه العملي نفسه شرح العملي كله هينزل على البرراكتيكل تشانل دي تمام يمكن إحنا بدأنا بلاب 1 نزل already وقلت لكم وحشرحت لكم في recorded meeting ده إن اللاب بينزل اسمه وبينزل كمان هو scheduled إمتى يعني هيتاخد في المعمل إمتى على مدار أنهي أسابيع تمام فلاب 1 ده نزل نزل الشرح بتاعه في صورة فيديو بتدوس على لينك بتاع الفيديو برضو بتتفرج على الفيديو كويس جدا بالمناسبة هنا البرراكتيكل فيه كتاب عملي هيكون موجود عندنا في الكلية برضو بيتباع فيه المعمل بتاع الدور الخامس اللي ببدأ الجديد مع الفنيين هناك مجرد بس اسأل على الفني بتاع صنا رابعة وشوف الكتاب عنده أو البرراكتيكل نوت بوك عنده مهم جدا الكتاب ده إن انت تجيبه لأن الكتاب ده اللي انت هتتابع منه شرح العمل اللي بيتقالك من خلال الفيديو هتلاقي كل الشرح ده مكتوب جواه مجرد بس بتزود بعض الإضافات لو فيه حاجات زودها المعيد أو كده في الشرح وبتبتدي تجيب الكتاب ده معاك وقت المعمل عشان الشغل وانس ان انت دخلت المعمل طبعا هنمتزم بالبريكوشنز بتاعت المعمل كلها اللي احنا عارفينها وتعلنت لكم بالإضافة طبعا للبريكوشنز عشان موضوع الكوفيد الكمامات وغيره وأول ما بندخل المعمل بنبتدي نشتغل على طول ممكن المعيد يقول لنا خمس دقائق كده بريف عن المعمل وممكن لا يعني حسب المعامل وبنبتدي نحنا نشتغل على طول بإذن الله حسب الشرح اللي تشرح لنا في الإيه البريزنتيشن بنخلص التجارب بتاعتنا وبنبتدي ان احنا ان شاء الله نمشي على طول عشان طبعا موضوع الإيه التباعد ده بالنسبة للبريكوشنز يبقى البريكوشنز على التيمز هتبقى مهمة جدا عشان هتابع من خلالها شرح العملي من خلال فيديوهات طب الماتيري النفسها هذكر منين أو هشتغل منين أو هشتغل الإكسباريمنت بتاعتي منين في كتاب عملي موجود زي ما قلت لكم فيه الدور الخامس في المبنى الجديد هنجيب وطبعا عشان هيبقى فيه جريدينج وحيبقى فيه حاجات كتير هنشتغل فيها من خلاله يبقى ده بالنسبة للجزء اللي ايه البريكوشنز تمام؟ نيجي لجزء الثيوريتيكل اللي هو طبعا هيتغطى من خلال الأورال والفاينال الجزء تاع الثيوريتيكل هو عباره عن محاضرات والمحاضرات كلها أونلاين وبالتالي برضو كل المحاضرات الأونلاين دي هتكون من خلال التيمز المحاضرات كلها هتتم برضو من خلال التشانيلز وهنا بقول تشانيلز يعني فيه أكتر من التشانيل هتنزل للنظري كل التشانيل هتكون بإسم المقرر أو بإسم البارت ده من المقرر يعني مثلا لو بنتكلم على الجزء التاعي فإحنا بنتكلم مثلا على HPLC لو بنتكلم مثلا على جزء دكتورة مسعودة فإحنا بنتكلم على GC وهكذا فهتلاقي عندك التشانيل متعلقة بالHPLC التشانيل تانية متعلقة بالGC وهكذا تمام؟ مفهوم؟ جوة التشانيل دي هتلاقي حاجتين الحاجة الأولانية هتلاقي فيديوهات الفيديوز الفيديوز دي متعلقة كلها بالمحاضرات زي الفيديو اللي نزلوكو مثلا المحاضرة اللي شغالة دلوقتي دي فيديو للمحاضرة صوت وعليه الـ PowerPoint presentation بتاعت المحاضرة وحتلاقوا كمان PDF فايل PDF فايل ده زي ما تلكو الهدف منه إن انت تذاكر بقى ما انت هتذاكر منه ما انت مش هتذاكر من الفيديو فلازم يكون معاك الـ PDF فهنزل لك الـ PDF فايل هتطبعه طبعا أو لو عايز تذاكر بقى منه على الكمبيوتر عطول اللي رياحك ولو عايز بقى تزود عليه الإضافات اللي موجودة في الفيديو اللي احنا بنزودها بحيث ان انت تذاكر منها على طول تمام؟ برضو مهم قوي نبقى فاهمين وده موجود في recorded meeting إن الـ PDF فايل ده بيبقى موجود في مكان اسمه files وكل ده موجود في recorded meeting ارجع له وانا موري ازاي نجيب الحاجات دي جوه لايه جوه التيمز مش عايز بقى اطول فيها تاني خلاص يبقى ده بالنسبة ليه الجزء ده يبقى احنا كده عشان نلخص الـ practical حينزل على التيمز في صورة لينكات لفيديوهات بس أما النظري فهينزل حاجتين لينكات لفيديوهات والـ PDF files للماتيريا نفسها عشان نذاكر ايه عشان نذاكر منها تمام؟ ده بالنسبة للجزء ده طبعا بالنسبة للمحاضرات برضه عشان نانسيت اقول النقطة دي في المرة اللي فاتت المحاضرات بالنسبة لنا هتبقى مرتين في الاسبوع طبعا الاسبوع ده exception عشان لسه بدئين فهندي محاضرة واحدة اللي نديها دلوقتي والمحاضرة الاولى هي الـ orientation اللي هو الـ 12 ديئة اللي بعتناه الكونجل انما من اول اسبوع جايه هيبقى فيه دايما محاضرتين اسبوعيا المحاضرة الاولينية هتبقى يوم السبت ان شاء الله والمحاضرة التانية هتبقى يوم السبتين وزي ما اتفقنا المحاضرات هتبقى كلها فيديو هات بتنزل زي ما انتو شايفين كده recorded بحيث ان انت تقدر ان انت تشوفها في اي وقت ما تبقاش مرتبط قوي ان لازم تقعد تحضر online meeting في وقت معين طيب ولكن هنا فيه نقطة مهمة قوي عايز اأكد عليها احنا لازم نتأكد ان فيه participation منكم على الـ teams والناس صحية مش قاعدة سايبة الدنيا عمالة الماتيريا عمالة تنزل وخلاص وما فيش participation وده هيتم ان شاء الله من خلال ان احنا هنعمل meeting انا بالنسبة لي يعني في جزء هعمل meetings ان شاء الله معاكم تقريبا بعد كل تلات محاضرات يعني كل تلات محاضرات هنعمل meeting بازن الله الـ meeting ده طبعا هحدد معاده من قبلها وحيبقى واضح على الـ page بتاعت الـ teams المعاد بتاعه ايه الناس بتخش على معاد الـ meeting ده غالبا برضو بنعمل اكتر من معاد للمجميع عشان يبقى فيه مايبقاش العدد كبير قوي جوه الميتنج والناس هتخش على الميتنج ده وانا طبعا باخد attendance automatic هو الـ software عندي بياخد attendance بالناس اللي حضرت فانا كده هتطمن ان على الاقل الناس دخلت سمعت الميتنج ده او سمعت ايه اللي بيتقال فيه والميتنج ده هيكون فيه نقطة تانية مهمة جدا انا مش هشرح فيه حاجة الميتنج ده هيكون ميلي عبارة عن اسئلة من ناحيتكم يعني هتسألوا حاجات على حاجات موجودة في المقرر او في الثلاث محاضرات اللي تقالوا وتبتدوا ان ايه انا بتدي اجاوب على الاسئلة دي خلاص فده غالبا الشكل اللي احنا هنشتغل به في المرحلة الاولى بالنسبة للمحاضرات خلاص دي جدا الجزء ده برضو عشان كنت نسيت اقول الحتة دي في السلايد اللي فاتت احنا طبعا بنتكلم على ايه ميلي احنا بنتكلم على في الـ applied pharmacogenesis على المحاضرة النهاردة ميلي هتكون overview يعني كده حاجة من بره قوي هنبص على الشغل اللي احنا عايزين نشتغله جوه الـ lectures بتاعتنا احنا بنتكلم ميلي هنا على applications زي ما قلت لكم والapplications دي كلها متعلقة بالـ herbs وبيه الـ herbal products تمام كده طبعا herbs يعني ممكن نستخدم الـ herb ده زي ما هو كده زي ما اخدته كده في الفرماكنجرزي مثلا powder او بشكله العادي او ان انا هروح بقى اعمل processing للـ herb ده اوصل لـ product اوصل لكابسول اوصل لتابلت وبالتالي يبقى فيه شغل بقى تصنيع اكتر وبالتالي طالما دخلت في process وفيه تصنيع وفيه manufacturing يبقى لازم يكون عندي guidelines معينة بقى اعرفها للصناعة guidelines للـ evaluation بتاعت الـ herbal product ده بحيث اضمن اهداف معينة في الاخر تكون متحققة في الـ product عشان لما يوصل للـ patient اضمن انه حقق اهدفه سواء في العلاج سواء في الـ prevention سواء الوقاية مثلا سواء في الـ لو هو مثلا حتى هربو بيستخدم في التجميل زي وغيرها اضمن انه حقق الهدف بتاعه تمام؟ واضح؟ يبقى احنا بتتكلم في الكورس ده على كل ما هو يتعلق به الـ applications دي كلها سواء استخدام بقى instruments معينة في الصناعة سواء استخدام guidelines معينة والتازم بيها واشتغل على اساسها كل الحاجات دي هتبقى in details في الكورس على مدار الترميد وبالتالي هو كورس مهم جدا لموضوع الصناعة الـ herb industry بشكل متخصص طبعا بنهاية الكورس ده ان شاء الله هنكون حققنا او بنهاية الكورس جزء تاعي يعني هنكون حققنا بعض الـ intended learning outcomes او الـ competences اللي احنا عايزين ايه او مهمة قوي عندي ان انتوا تبعوا عارفينها اول حاجة طبعا انا اعرف definition بتاعت الـ herbal drugs يعني ايه كلمة herbal drug ايه الـ basis for their evaluation ايه هي الاساسيات اللي انا من خلالها بقدر اعمل evaluation للـ herbs دي افرق ازاي different problems او اعرف ازاي ايه هي الـ problems اللي مختلفة اللي بتقابل الـ herbal pharmaceutical industry ومن خلال الـ problems دي بعض منها او كتير منها بيتحل عن طريق استخدام جهاز مهم جدا اسمه الـ HPLC وبتاني هنفهم الاول ببساطة جديدة جدا ايه هي الـ components بتاعته ونعرف ايه هي الـ applications بتاعته في evaluation of phyto pharmaceuticals ايه هي الـ methods المختلفة الـ analytical methods المختلفة اللي قدر استخدمها في الـ analysis بتاعت الـ plant components ويبقى عندي basic knowledge ان انا اقدر من خلالها ان انا اشغله اشغل الجهاز ده برغم ان احنا طبعا نظر العدد الكبير ونظر الصعوبة ان انا وريكوا الجهاز كله يعني فيزيكالي في الوقت الحالي ولكن من خلال فيديوهات من خلال العملي شغل العملي اللي احنا اشتغل وسوا هيبقى نقدر ان احنا نقدر ان احنا نوصل للـ level ده على الاقل ان يكون عندي basic knowledge اقدر من خلالها ان انا لما اقف قدام جهاز HPLC ما بقاش ايه ما بقاش يعني عندي مشكلة لا اقدر اتعامل واقدر اشتغل عليه واعرف كمان اقدر اعمل بي ايه اقدر اعمل بي ايه جوه المصنع بتاع الدول تمام كده ده بالنسبة لي الـ internet learning outcomes للجزء بتاع الترم الاول بتاعي يعني دي برضو بعض الـ references اللي هي متعلقة بالجزء بتاع الترم الاول اللي ممكن نرجع لها في اي وقت لو حابينه واللي برضو مش قادر يجيب الفول تاكست بالنسبة للتاكس بوكس دي ممكن هو يرجع لي وان شاء الله نحاول نوفر له على الاقل pdf للتاكس بوك ده بازن الليلة وهو محتاجه في اي حاجة اماما المحاضرات دايما هتلاقيها ما بتخرجش برا الـ 3 تاكس بوكس دول بعض الحاجات بتبقى جاية من بعض الـ research articles ولكن هتلاقي دايما الـ references دي هي اكتر حاجة بنرجع لها دلوقتي ان شاء الله هنبتدي مع بعض بقى الـ overview بتاعتنا عن الكورس وبعد المعلومات اللي هي الـ basic الاول اللي احنا عايزين نبقى فاهمينها قبل بس ما ابتدي عايز اكد على نقطة مهمة جدا بالنسبة برضو الموضوع الـ Microsoft Teams انا كنت اكدت عليها برضو في recorded meeting هي حتة ان احنا نحاول نتعاون لان احنا عددنا كبير طبعا انتوا عارفين الدفعاتكم الدفع عموما عددها كبير وبالتالي لو كل واحد فينا عمل post على الـ Microsoft Teams بمشكلة عنده يبقى كده احنا يعني الـ page بتاعت الـ Teams دي هتكون ايه يعني عاملة زي الفيسبوك page كده ولا حد عارف يوصل لأي معلومة وبالتالي مهم اوي ان احنا نلتزم نلتزم بحطة ان احنا ما نعملش post خالص على الـ page بتاعت الـ Teams طب عندي مشكلة احلها ازاي المشكلة دي اكيد متعلقة بحاجة في الكورس يعني عندي مشكلة متعلقة بمعمل مثلا معين بلاب معين اروح على الـ lab ده اللي هو قريدي معموله post اكيد من ناحيتنا احنا على الـ page دي وابدا اعمل comment على الـ post ده اعمل reply على الـ post ده وهتلاقي الدكاتلة بترد عليك على الـ reply ده فبكده انت احنا ضمننا ان الـ page الاساسية مفهاش اي حاجة موجودة غير الماتيريا اللي احنا بنزلها وده نقطة مهمة جدا عشان عشانكو عشان انت في الاخر لما تيجي تاجي الماتيريا لتلاقيها بسهولة ما تقعدش دور عليها وسط كمية كبيرة جدا من بوستات كتير كلها ملهاش لازمة تمام سي مثلا عندي مشكلة مش عارف اعمل reply اعمل على الـ chat box ابعت على الـ chat box وجوه والدكاتلة هترد علينا تمام يبقى ما دول الـ two options اللي عندي لو انا عندي مشكلة محتاجة ان انا حلها يبقى اعمل reply على post متعلق بالمشكلة دي عندي مشكلة متعلقة بـ lecture مثلا في سؤال مش فاهمه او في جزء انا مش فاهمه اروح على lecture بتاعته واكتب ان انا مش فاهم الجزء ده الدكتور يا اما حيجاوبك على الـ post يا اما حيجاوبك من خلال الـ meeting اللي حيتعمل regularly بصفة دورية كده كل 3 اربع محاضرات هيبقى واخد النقطة عنده ان انت سألت السؤال ده وحيجاوبك عليه فمجرد ان انت هتسمع الـ meeting هتبقى هتسمع الاجابة فاهمنا بيبقى دي نقطة برضه من نقطة مهمة اوية عشان ننظم الشغل على الـ teams طيب اول حاجة عايزين نبتدي فيها بيها النهاردة محاضرات هي بعض الترمينولوجي عندنا اول ترمينولوجي بنتكلم عليه وممكن دي بتسمعها من يمكن من اول ما دخلت الكلية كلمة medicinal plant يعني ايه كلمة medicinal plant هل كل الـ plants اللي موجودة حوالينا فيه over the earth كلها medicinal لا طبع مش كل الـ plants medicinal كلمة medicinal دي يعني معناها فيه property معينة ايه الـ property دي ايه الـ plant اللي قدر اقوله عليه كلمة medicinal كلمة medicinal دي معناها ان لازم يكون عندي plant الـ plant ده بيستخدم لتلق لواحد من الاهداف الثلاثة اللي موجودين قدامنا دول اول هدف انه بيستخدم كـ home remedy زي ايه عشابة عندك في البيت بتستخدمها في تيباك بتستخدمها حتى من غير تيباك بتغليها مع مية او غيره لهدف معين زي anti-spasmodic carminative للكاف اي حاجة تمام وبالتالي دي تعتبر كلها home remedies دي النباتات اللي تستخدم في النوعية دي اقدر اعتبرها مى medicinal plant الحاجة التانية الحاجات اللي هي الـ OTC الـ OTC products كلها اللي موجودة في الصيدليات سواء كـ dietary supplements أو كـ drugs وحنفهم الفرق ما بيني الاتنين والحاجات دي containing plant معين يبقى في الحالة دي الـ plant ده اقدر اعتبره مى medicinal plant تمام وفي بعض الاحيان بيكون الـ plant موجود جوه الـ products دي ولكن هو مش مسؤول عن therapeutic effect مثلا اللي انا عايزه او مش مسؤول عن الوقاية من ده من حاجة معينة او مش مسؤول عن ان هو بيديني nutritional value اللي انا عايزها مثلا في dietary supplements ولكن هو موجود جوه الـ preparation دي كـ raw material مثلا كـ raw material بصنع منه tablet بصنع زي الـ starch مثلا بصنع بستخدمه كـ emulsifying agent في تحضير emulsion disintegrant tablets whatever تمام يبقى هنا في الحالة دي هو بقى دخل كـ plant material A ولكن في الصناعة تمام في الصناعة مش في الـ therapeutics او مش في مجال ايه العلاج خلاص يبقى اي حاجة من التلاتة دول اقدر اعتبرها medicinal اي حاجة من التلاتة دول استخدمت من الـ plants اقدر اعتبر الـ plant ده على طول ايه medicinal plant ولو بصنا على نسب استخدام الـ plants اللي من النوعيات دي في الـ herb industry بشكل عام هنلاقي نبدأتكلم ان 25% من كل الـ modern medicine هتلاقي فيها بشكل او باخر plants سواء directly او indirectly يعني ممكن يكون اتعمل modifications مثلا في products معينة او في compounds معينة طلعة من الـ plant ده وطلع product تاني ولكن still product اللي طلع جديد ده هو عبارة عن اصلا جاي منين من modification حصل الـ compound موجود جوه الـ plant فبنتكلم دايما ان زي ما قلت لكم ان الـ medicinal plants بتمثل نسبة مش قليلة بكلم على الربعة بتاع كل الـ modern medicine اللي موجود حوالينا or directly or directly derived from a from higher plants النقطة التانية او الترمينولوجي التانية اللي عايزة بتعرفه بعدك ما معرفنا كلمة herbal او بعض ما معرفنا كلمة medicinal plant هي كلمة herbal medicine herbal medicine دي بتسمعها كتير قوي ويمكن دي ليها synonyms كتير يعني ليها مرادفات كتير جدا اول حاجة مثلا ممكن نقول كلمة herbal drug ممكن نقول كلمة herbal products ممكن نقول كلمة phytomedicine phytotherapeutic phytotherapeutics او phytotherapeutic agents او phytopharmaceuticals كل الحاجات دي بنفس المعنى بنفس المعنى ايه هو بقى المعنى ده الwho جت سنة 93 ورح نتعملها definition للهربال ميدسن قالت لك ان الهربال ميدسن ده هو عبارة عن plant derived material ونركز في الكلام شوية plant derived material او preparation يبقى هنا ممكن يكون عندي احتمال من اتنين يتكون material يتكون preparation بس الشرط ونعرف الفرق دين الاتنين دول ايه الشرط ان يكون المaterial او preparation دي ليها therapeutic benefit يبقى ليها ميزة علاجية يتستخدم في العلاج هل شرط العلاج لأ رح حدد حاجة تانية كمان قالك or other human health benefits يبقى ممكن تكون حاجات تانية متعلقة ما زي متعلقة بالصحة زي مثلا ان انا اعمل immune stimulation مثلا ان انا اعمل stimulation immune system فانا هنا مش بعالك انا بحافظ على immunity او مثلا زي ان انا اكمل بعض الحاجات النقصة في الفود مثلا ان انا باكله فتبقى nutritional supplement حاجة متعلقة بالnutrition بالتغذية بتاعتك زي الفيتامينزول منرال زغيره فدي كلها تعتبر other human health benefits تمام زي مثلا ان انا to improve liver function احافظ على صحة liver بتاعتي وان liver يكون كويس وما يحصلوش مشاكل كل دي human health benefits مش علاجية مش علاجية which contains وبالتالي في الحالة دي سواء الهربة plant drive material اخذ بالكو plant drive يعني يكون في حاجة متعلقة بالplant الحاجة دي ممكن تكون raw material او حصل لها processing وبتبقى ممكن من one plant نقول عليه mono herbal product يعني عبارة عن plant واحد او more plants مثلا او poly herbal product يعني بيبقى فيه متعدد الهربل يعني عبارة عن اكتر من ايه من herb تمام كده يبقى ده التعريف بالنسبة ليه كلمة herbal medicine فيه شرطين مهمين اوي ان يكون عندي plant drive material حاجة طلعة من plant باي شكل من الاشكال سواء raw او processed يعني سواء خام زي ما هي او تعمل لها processing والحاجة التانية ان تكون ليها therapeutic or other human health benefit فايدة علاجية او اي فايدة تانية متعلقة بالايه بالصحة اي حاجة بتنطبق عليها المواصفات دي اقدر اعتبرها according to the WHO اقدر اعتبرها herbal medicine تمام؟ طيب فيه نقطة بس صغيرة هنا عايزة افهمها في التعريف ده ايه الفرق بين كلمة plant drive material وكلمة plant drive preparation فيه هنا فرق مهم اوي بين الاثنين دول كلمة material يعني لو دايما اشرحها للطلبة او فاهمها لكم على فكرة ان انت مثلا لما دي تقارن tea bag فيها anise مثلا بتابلت او كابسول او كابسولة او كابسولة بتفتحها بتلاقي جواها بودرة بودر انما انت مش عارف دي ايه تمام؟ هو ده الفرق الفرق ان ال plant drive material انت ممكن بشكل او باخر تشوف ال plant موجود عندك لسه ما تعملوش processing بشكل كبير تمام؟ اما ال preparation فانت حصل عندك جوا المصنع مجموعة من العمليات او مجموعة من الخطوات حولت ال plant ده من شكله اللي انت متعرف عليه ال organic structure بتاعه اللي انت شايفه قدامك ده لحاجة في صورة tablet او ايه او كابسولة انت خلاص ما بقتش قادر تميز فيها شكل ال plant بتاعك ومن هنا جا تعريف مهم جدا وهو تعريف كلمة ال herbal preparation اللي بقولكو عليها دي ال herbal preparation معناها ان حصل preparation ال herbal material بتاعتي ما بقتش raw material خلاص حصلها further processing وال further processing ده بيشترط فيه انه يكون عمليات اكتر من فكرة ان انا او امعمل drawing مثلا ال plant او اعمل له fragmentation اكسره او اعمل له cutting اقطعه او اعمل له grinding اطحنه ما فيش الكلام ده الحاجات دي ما تعتبرش processing الحاجات دي ممكن تتعمل حتى في الظروف العادية ويظل النبات في الحالة دي herbal material عادي ما تعملوش processing انما لو عملت عمليات اكتر من فكرة drawing وال fragmentation وال cutting وال grinding اشتغلت في حاجات تانية بعد كده وبدأت ادخل من برا بدأت اوصل ل dosage form معينة بدأت اوصل ل syrup او solution معين فدوبت في مية مثلا يبقى كده انا بدأت اعمل processing بشكل كبير وبالتالي يبقى عندي حاجة اسمها ايه herbal preparation يبقى ده نقطة مهمة اوي لازم نبقى فاهمين الفرق الاول في التعريفات والمصطلحات دي بشكل كبير ولكن يظل سواء ال herbal preparation اللي كان فيه الplant انا ببقيتش شايفه قدامي وبقى تابلت او كابسول بالشكل ده او الplant زي ما هو اللي هو ال herbal material الحالتين دول عنده ايه عنده therapeutic او عنده human health benefit وبتالي ينطبق عليه كلمة herbal ايه herbal medicine تمام النقطة التانية اللي عايز اتكلم عليها هنا هي ال herbs دي نحن بنقدر نعتبرها multiple use plants يعني دايما عش كده دايما بنقول كلمة herb اكتر بتلاقيني باستخدم دايما كلمة herb او herbal product اكتر ما باستخدم كلمة medicinal plant او plant ليه لان كلمة plant في حد ذاتها كده ما بتدكش ال indication اللي احنا عايزينه في الفارماسي احنا عايزين medicinal plant صح يعني لو استخدام ايه علاجي لو بصنا هنا هتلاقي ان plants عموما in general ممكن يكون لها استخدامات كتير جدا زي ما نشايفين كده decorative flavoring vegetables بنا كلها بتشتغل في cosmetics قويس قوي دلوقتي كمان بتدخلها في صناعات التجميل بشكل كبير الكوزمستيجلز اندستري دي بقت حاجة يعني رهيبة جدا فيها natural products كتير قوي وحاجات متعلقة كلها بال plants وال marine كمان landscaping حتى او fragrance في العطور وغيره وبالتالي يبقى انا عندي استخدامات كتير جدا لل plants تمام فانا يا اما اقول كلمة medicinal plant يا اما اقول بقى خلاص ان انا عندي herbal product لو انا عملت processing بقى بقى عندي herbal product او herbal preparation يبقى انا كده خلاص دخلت بقى في سكة ان انا يبقى عندي tablet وcapsule وغيره خلاص مفهوم تمام يبقى اذا ما احنا اتفقنا كده ان احنا بنتكلم على ان ال herbs دي multiple use plants لها استخدامات كتير جدا ولكن عشان ابقى دقيق جدا في كلامي يبقى لازم زي ما اقول كلمة medicinal plant لان هي دي الحاجة الاساسية اللي احنا بنتكلم عليها او اقول حاجة من الحاجات السانونمز اللي قلناها من شوية لو انا عمل بقى processing زي herbal medicine, phytotherapeutic, phytopharmaceutical يبقى انا كده فهمت انا بتكلم على ايه طيب نيجي بقى النقطة مهمة جدا في الحتة دي وهنا هبتدي اخش معاكم اكتر شوية احنا زي ما قلت لكم نارضة بنتكلم overview شوية فهنا مثلا هنبتدي نتكلم على حاجة مهمة قوي هو plants دي مهمة يعني لما بنيجي نتكلم على الجزء ده هلي يستاهل فعلا ان احنا يعني نشتغل عليه كورس ونبتدي ان احنا نشوف ايه ال applications المختلفة في ال herb industry خليني اقولكوا بعض المعلومات اللي من خلالها في ال chem slide اللي جايين دول هتقدر تحكم بنفسك هو الجزء ده مهم ولا مش مهم اول حاجة احنا عندنا strong connection جامد جدا دلوقتي موجود ما بين plants وما بين health in general زي ما اتفقنا عشان كده ربطنا ان ال plants دي كلها medicinal وحنشوف خلال الكام slide اللي جايين الجملة دي معناها ايه ايه ال connection ده وازاي يعني تم اثباته بشكل عملي يعني من خلال ارقام من خلال statistics تمام وبالتالي بدأ يظهر عندنا من نتيجة ال connection ده بدأ يظهر عندنا مجموعة كبيرة جدا من botanical therapeutics او خلينا نقول ال phyto pharmaceuticals او ال herbal medicine او ال herbal products كل الاسامي اللي احنا قلناها في ال slide اللي فاتت وبدأت تتطور ال herbal drug technology بشكل مخيف بشكل رهيب جدا خلال الفترة الاخيرة وبدأ يظهر فيها improvement رهيب جدا في ان انا اقدر احول ال botanical او ال herb بتاعي من مجرد plant باخده بغليف مية زي طب الاعشاب القديم لحاجات بقى فيها تطور كبير جدا وmedicines باشكال مختلفة ب roots of administration الواحد عمرك ما كنت تتخيل ان ممكن ال plant يبقى موجود ب root of administration ده او بالشكل ده او يكون له الاستخدام ده طيب خلينا ناخد امثلة عشان بيبقاش كلامنا كلام عام خلينا ناخد امثلة اول مثال عندنا مسلا بيجي تكلم على plant dried pharmaceuticals وال botanical drugs كل دي اشكال موجودة في السوق دلوقتي اللي انا بكلمكم عليه plant dried pharmaceuticals او botanical drugs ايه الكلام ده ايه plant dried pharmaceuticals وايه كلمة botanical drugs خلينا نقولها بشكل بسيط خالص دلوقتي في المرحلة دي احنا نتكلم عليها بالتفصيل على فكرة ايه الفرق بين الحاجات دي وايه الفرق بين كلمة dietary supplements مثلا تمام؟ functional food يعني ايه plant produced recombinant proteins كل الحاجات دي هنغطيها على فكرة فيه الكورس ولكن عشان احنا دلوقتي كوفر فيو فانا حبتدي ان انا ايه اغطي يعني بعض الحاجات التعريفات البسيطة اللي تعرفوا منها الكلام ده اول حاجة لما بيجي يكلم على كلمة plant dried pharmaceutical خلاص وكلمة botanical drug دايما يا جماعة ودايما يا شباب عشان تسمعوا لما تسمعوا كلمة drug دي احنا بزداد في مصر يعني طبعا drugs دي بره شوية مختلفة يعني مثلا في امريكا امريكا تسمع drug يفتكر ان دي حاجة illegal على طول الحاجات متعلقة بالمخدرات وكده دايما بيكلموا ان الدواء ده medicine مش drug ولكن احنا في الكولتشر بتاعتنا كلمة drug دي معناها دواء تمام؟ فلما بيجي نتكلم على botanical drug فاحنا بنتكلم على دواء بالمواصفات اللي احنا قلنا عليها من شوية plant derived جاي من plant اتعمله processing بشكل كبير دخل في الصناعة اتحول لي pharmaceutical preparation وبيستخدم في العلاج يبقى باستخدمه في ايه؟ في العلاج وعشان اقول انها باستخدمه في العلاج يبقى لازم يكون في حاجة مهمة جدا اسمها FDA approval خلاص؟ يبقى غالبا هنا هيكون عندي FDA approval يبقى ال botanical drug ده مهم قوي ان ما فيش حاجة اسمها botanical drug الا لو كانت ايه؟ FDA approved خلاص؟ مفهوم؟ دي نقطة مهمة جدا طيب نيجي نتكلم شوية على الجزئية دي ده كلمة botanical drug طيب plant derived pharmaceutical دي يعني ايه؟ plant derived pharmaceutical دي يعني ايه؟ plant derived pharmaceutical احنا هنا بنتكلم على خلينا نقولها ازاي بنتكلم على preparations برضو او medicines او بنتكلم على ادوية او مستحضرات مختلفة موجودة في السوق والمستحضر ده فيه جوا plant derived material يعني فيه حاجة جوا plant متعلقة بplant ممكن تكون ممكن تكون حاجة من الحاجات المتعلقة بالtherapeutics موجودة جواه ولكن ممكن يكون حاصل modification في الplant ده بشكل او باخر لو تسمعوا يعني دايما في المحاضرة كان ساعتها بقى في الحتة دي لما بنيجي بنتناقش بقى في نقاش دي مشكلة الاونلاين انه مفيش feedback كنت دايما نسأل الطلبة اقول لهم طيب تسمعوا ان حاجة اسمها السيمي ثانثاتيك بروديكس السيمي ثانثاتيك بروديكس يعني انا جبت ده نابات النابات ده فصلت منه مركب معين المركب ده انا لقيت له activity معينة سيء مثلا في اتجاه الكنسر وبعدين روح تجاي عامل لقيت بس لقيت عندي بعض المشاكل في البرودكس او في الكمباوند ده فروح تجاي محول البرودكس ده من خلال السنتيس بستاب او two steps او three steps بالكتير وصلت البرودكس جديد او كمباوند جديد الكمباوند جديد ده سيمي ثانثاتيك بقى ليه لانه مبقاش ناتشورل طلع من البلانت ولا هو سيمثاتيك انا مصنعه توتا ليه لأ ده انا جبت المركب اللي طلع من البلانت ده وعملت عليه modification بخطوة او خطوتين او ثلاثة فوصلت السيمي ثانثاتيك ايه بروديكس وثيمي ثانثاتيك بروديكس ده افضل من الناتشورل في حاجات كتير فهمنا؟ وبالتالي البلانت درايفد فرماسوتيكلز غالبا بتكون ودي في كتير جدا من الحالات ما بتكونش البلانت نفسه بتكون modification حاصل في compounds معينة طالعة من البلانت قادرة توصل لحاجات افضل منها فبقى عندي حاجة اسمها بلانت درايفد ايه فرماسوتيكلز وفي بعض التقسيمات بتقولك ان البلانت درايفد فرماسوتيكلز دي ممكن يخش تحتها البوتانيكال دراكس يعني تبقى جزء منها انما البوتانيكال دراكس ما ينفعش انها يتحط تحتها البلانت درايفد ايه فرماسوتيكلز يعني خلينا نقول ان البوتانيكال دي جزء من البلانت درايفد مش العكس تمام كده؟ ده بالنسبة لي الجزء ده فهمنا؟ يبقى ده كده لو بس مجرد تعريف بسيط جدا دلوقتي في المرحلة دي للفرق من الاثنين ولكن الشرط في الاثنين ايه؟ طالما علاجي طالما ثيرابيوتيكس سواء البلانت درايفد فرماسوتيكلز او البوتانيكالز الشرط يتكون الاف دي ايه أبروفل ده مهم جدا لازم الاف دي ايه تدي أبروفل وهنتكلم خلال الكورس ده برضه على السايكل بتتم ازاي بنسبة للأبروفل بتاعت الهربس ازاي بتشتغل؟ ازاي بيبقى عندي حاجة مهمة جدا اسمها ريجيولاتوري ستيتس ريجيولاتوري ستيتس معلش نخط بيح شوية ريجيولاتوري ستيتس يعني اللي هو طريقة التسجيل وريجيستريشن وزاي بسجل المستحضرات المتعلقة بالهربس دي بشكلها مختلف وبالتالي يبقى انا هنا هيبقى عندي مجموعة من برضه القوانين اللي بتحددلي موضوع ريجيستريشن ده ومجموعة من المواصفات لازم تكون موجودة في البرودكت ايه بتاعي خلاص كده يبقى ده مهمة قوي طيب الحاجة التالتة مثلا عندنا هنا بنتكلم على dietary supplements دي احد الاشكال اللي موجودة في السوق لو نزلت صيدلية او اي حد فيكو اتمرن في صيدلية حيشوف ال dietary supplements دي بشكل كبير وحيشوف ان انها بيتكتب عليها بعربي كده مكمل غذائي طيب ايه الفرق بين dietary supplements وبين مثلا ال botanical drugs او plant drive pharmaceuticals هنفهم الكلام ده وحنعرف ايه الفرق بين الاثنين خلاص يبقى كل ده انا زي ما قلتلكو دلوقتي الهدف ان انا بس بقى ايه يعني بفتح الطريق قدامك كده من غير ما تفهم قوي تفاصيل من اول الفترة اللي جاية بقى نبتدي ان احنا نشوانا نخش ديب شوية في الكورس ونبتدي نفهم بقى حتة حتة الكلام اللي انا بتكلم في ده خلاص فدي احد الاشكال اللي موجودة عندنا في السوق طب ايه الفرق بين dietary supplements وبين سوربوتانيكا لدرس كل ده هنعرفه الفانكشن الفودس صح؟ هتلاقي بعض البلانتز بتخش فيه الفانكشن الفودس المختلفة سواء اللي بتتعطى للاطفال سواء اللي بتتعطى للكبار مثلا اللي عندهم الدياباتيكس مثلا عندهم سكر او غيره او الانامك او غيره كل الحاجات دي بيقاليهم فانكشن الفودس متعلقة بيهم ويكون داخل فيها بلانتز برضو اخر حاجة الplant produced recombinant proteins ودي ممكن من الفيلز الجديدة جدا اللي هنشوفها برضو في الكورس بتاعنا يمكن الكترم التانية اكتر اللي هي فكرة ان احنا ممكن نستخدم الplant ده كمصنع مصنع او vector خلينا نقولها بشكل افضل شوية ال vector ده من خلاله بدخل حاجة معينة من خلالها بعمل expression او expression system فبعمل expression لبروتين معينة انا عايزه زي فكرة ان انا مثلا استخدم اكيد شفتوا قبل كده الاشيريشيا كولاي مثلا ان انا ممكن استخدم الاشيريشيا كولاي في عملية expression تاع certain proteins هنا نفس الكلام بس بدل ما استخدم الاشيريشيا كولاي لا انا هستخدم ايه هستخدم الplant ودي لها مزايا كتير جدا هنشوفها ونشوف ايه البروتينز المختلفة اللي ممكن استخدم اطلعها باستخدام البروتينز والبروتينز دي قدر استخدامها بعد كده في العلاج وفي الtherapeutics بشكل كبير بزداد في ديزيز كبيرة مثلا زي الكنسر وغيره يعني مثلا عندنا حاجة مهمة او مشهورة او يسميها المونوكلون الانتيباضيز هنلاقينا بانطلعها عن طريق الكلام ده خلاص فده مهمة اوي ان احنا نبقى فاهمين بس مجرد الفكرة كلمة بلانت بروديوز ريكوملت بروتيز يعني انا هستخدم البروتينز كفكتر يعمل expression ويطلع لي بروتين معين انا هستخدمه بعد كده في العلاج ويمكن عشان برضو تفهموها وقرب لوكو الصورة شوية افتكروا الانسولين لو حد قرى فيكم عن الديسكوفري بتاع الانسولين والبروجرس بتاعه او الديفالوفمنت بتاعه كان فيه بريكثرو حصل في الديسكوفري بتاع الانسولين ان احنا قدرنا نطلع الانسولين من الاشريشيا كولاي هو ده ريكوملت بروتين ريكوملت بروتين طلع باستخدام فيكتر خارجي او باستخدام اكسوجين السيستم الاكسوجين السيستم ده هو عبارة عن الاشريشيا كولاي في الحالة دي فهنا نفس الكلام هستخدم نفس الحكاية بس باستخدام الايه البلانتز تمام ودي برضو من الحاجات اللي ليها يعني شغل كبير جدا في الفرماسيوتيكال اندوستري دلوقتي يبقى زي ما انتم شايفين عندنا ابليكيشنز كتيرة جدا جدا للبلانتز دي اول نقطة تبيلك اهمية الابليكيشنز المختلفة للفرماسيوتي في الهيرب ايه اندوستري النقطة التانية تعالوا نشوف النقطة التانية النقطة التانية بتقولك ان احنا عندنا استاتيستيكس كتيرة جدا وناخد ارقام بقى كتير قوي في السلايد دي تمام هيربل دراجز في الورد بايد مواكت بتقولي ايه بتقولي ان احنا عندنا 80% من الورد بابيليشن 80% متخلين الرقم 80% من الورد بابيليشن بيستخدموا البلانت بيست دراميتز باشكالها المختلفة اللي انا اتكلمت عليها من شوية سواء دياتري سابليمت سواء بوتانيكال دراجز سواء بلانت درايفد فرماسيوتيكالز ريكمبيلان بروتينز طالعة من بلانس كل الحاجات دي موجودة بشكل كبير ده كمان بالاضافة للهوم ريميديز العادية القديمة بتاعت زمان وبالتالي بقى احنا نتكلم في 80% من الولد بوبيلاشن بيستخدموا ده رقم كبير جدا وخلي بالكو اذر برايمري فورم كمان وفي ايه اوف هالف كير طيب تعالي نشوف الارقام دايما عشان تعرف اهمية اي حاجة بص على ارقامها طب ارقام ايه لو عايز تعرف اهمية اي دواب في السوق بص هل الناس بتنزل تدفع فيه فلوس ولا لا صح فبنعمل حاجة اسمها الاجلوبال ماركت اناليسز الاجلوبال ماركت اناليسز ده بنشوف الناس حوالين العالم كلها نزلت دفعت فلوس اد ايه في شراء برودكتس معينة وهنا الاجلوبال ماركت اناليسز اللي اتعمل اتعمل للبوتانيكال دروجز والأذر بلانت درايف دي ايه دروجز بشكل كبير خلاص هتلاحظوا مثلا ان في سنة الفين وعشرة في حوالي عشرين هلينا ايه نستخدم الليزر احسن عشرين بوينتو بليون دولرز في شراء بوتانيكال درايفز وشرحنا بقى الفرق البوتانيكال والأذر بلانت درايفد اللي هي ممكن يكون حصل فيها موديفيكيشن زي ما شرحنا ففي شراء الاثنين دول بس خلي بالكوا هنا كمان ما هتعملش كالكوليشن ولا للبروتينز ولا دي ايه ري كاملينت بروتينز ولا دي ايه ري سابلمينت كمان مش داخلة هنا تخيالو يبقى كده بنتكلم في رقم كبير الرقم ده بدأ يزيد كمان في 2011 بنسبة بدأ يزيد اكتر في 2012 في 2017 وصل لستة وعشرين او 26.6 بليون اي دولرز تمام طيب الرقم ده متوقع يوصل كان في 2022 متوقع يوصل لتسعة وتلاتين بوينت سيكس بتكلم تقريبا في 40 بليون دولر يعني تقريبا ضعف الرقم اللي كان موجود في 2010 بعد تقريبا 12 سنة متخيلين الرقم عامل ازاي وبالتالي احنا بنتكلم على قوة شرائية كبيرة جدا على اهمية كبيرة جدا لكل البرودكس دي وهنا زي ما قلت لكم انا باختص بس بالحاجات اللي هي ايه اللي هي بلان دراج بوتانيكال دراجز والأثر بلانت درايف دراجز وقلنا طالما كلمة دراج يعني ايه يعني اف دي اي ابروفد اف دي اي ابروفد خلاص كده يبقى دي مهمة جدا خلاص في حاجات تانية كمان لو اضافت هنا زي دي اتري سابل من صغيره هترفع الارقام دي بشكل كبير جدا خلاص طيب تعالوا نشوف حاجة تانية الحاجة التانية دي بتقول لي ايه بتقول لي ان ايه السبب فى الكلام ده يعني ايه السبب فى ان احنا عندنا مثلا ااااااااااااااااااااااااااالارقام دي او الارقام دي عالية كده بالنسبة لي الجزء بتاع اول حاجة هتلاقي عندك جامد جدا في فكرة ان احنا نعمل او لدراجز ودي نقطة مهمة جدا يا شباب فكرة ان انا عندي حاجة اسمها دايما في السوق المت 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 علاج بالغاية دلوقتي تمام كل الحاجات بتطول بتاع البيشنت انما مفيش علاج واضح وصريح ان البيشنت بيخف وحتى لو البيشنت بيخف بيبدأ يحصل ريلابس بعد كده او يحصل للمرض وبالتالي يبقى انا هنا عندي صح كده وبالتالي مهم جدا انه بقى عندي جامد جدا في السوق في الصناعة كلها او في الفرماسيوديكا الاندستري بشكل كبير ان انا محتاج يبقى محتاج ادوية صح؟ حاجتين تانين بيحركوني مهمين جدا دول بنوعهم ماركت درايفرز يعني حاجتين بيحركوا الماركت كله في الاتجاه ده في اتجاه ان انا اعمل بلانت درايفد فرماسيوديكا وبتدي انتج اكتر تمام؟ لان النيت كبيرة للنوع ده من الادوية تمام؟ بدليل الشراء بدليل الزيادة او اللي احنا شايفينها او الترند المتصاعد في الجلوبال ماركت اناليسيس بتاع الايه بتاع الادوية دي اطلعز مثلا انت عندك ايه؟ عندك صح او لا؟ ان فيه عندك طلب جامد جدا على ان انت محتاج او حاجة مهمة جدا ان انت تعالج كتير من الكرونيك ديزوردرز اللي منها مثلا زي ما قلتلكم دربتلكم مثلا بالكانسر صح كده؟ يبقى انت محتاج نيو اندكيشنز تمام؟ دراجز نيو اندكيشنز ومحتاج زي مثلا الكوفيد ناينتين مثلا ده نيو اندكيشن خلاص؟ ومحتاج زي ما قلتلكم ديزيزز معينة موجودة عندك قريدي زي الكنسر مثلا وبالتالي محتاج ان انت ايه؟ تدور لها على effective treatment ايه تاني؟ عندي كمان حاجة مهمة جدا فشل لكتير جدا من السنثاتيك دراجز في انها تقدي الوظيفة بتاعتها سواء نتيجة side effects كتير بنشوف كتير جدا من الادوية حتى السنثاتيك بعد ما بتنزل السوق بيبتدي الFDA تقولك خلي بالك ده فيه ورنينج من استخدام الدواء ده في الكارديوفاسكولر فيه ونشوف امثلة كتير واحنا شغالين في الكورس على الحكاية دي خلي بالك ده بيعمل توكسيستي ده بيقصر على الكيدني على اللونج رون حاجات كده هو بالتالي بقى عندك مشكلة كبيرة جدا انه بقى عندك limitations او limitations في العلاج نفسه ان الدواء السنثاتيك ده بيعالج حالات معينة مثلا وما بيعالجش حالات تانية او بيعالج نوعيات معينة من الكنسر وما بيعالجش الباقي هو بالتالي بقى عندك هنا limitations خاصة بالconventional drugs بالادوية اللي قريدي موجودة العادية السنثاتيك تمام؟ وده بيقدي دايما لإيه خلاص روح دور فين back to nature back to nature ارجع تاني للplants ارجع تاني للنature ودور فيها على agents جديدة تكون more safe تكون more effective وهكذا كل الحاجات اللي انا بتكلم فيها دي تفسر لك الزيادة في global market analysis المتصعبة رجوع الناس لشراء الكلام ده وفي نفس الوقت كمان رجوع الـ pharmaceutical industry نفسها انها بتدور على بدايل من خلال وعشان كده الدراسة دي بتقولك ايه بتقولك ده احنا متوقعين نوصل للرقم ده واعلى منه اللي هو 39.9 مش بس كمان 22-22 ده احنا ممكن نوصل للرقم ده 21-21 يعني السنة الجاية على طول تمام؟ اللي هو 39.9 تمام؟ بليون فدي أرقام كبيرة جدا 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 خلاص؟ يبقى دي نقطة مهمة قوي ناخد بالنا منها ان ان احنا بنتكلم في أرقام مش قليلة خلاص الأرقام دي كلها متعلقة بالإيه؟ بالبوتانيكس يبقى عملين أعمالها وابقى بيلكوا أهمية الإيه؟ اللي أنا بتكلم فيه نحن بتكلم فيه صناعة الهرب الاندستري الصناعة دي بقى عليها طلب جامد جدا عشان لها أخص بس الكلام بقى عليها طلب جامد جدا في الفترة الأخيرة بنتكلم من 2010 لـ 2022 اهو خلينا نتكلم فيه الرينجل 10-12 سنة دول تمام؟ بقى زيادة جدا في الشراء معدلات الشراء بتاعت الحاجات اللي أورادي موجودة في السوق وبالتالي ده خلى الماركت يفكر إن لا ده أنا كمان محتاج إن أنا أبتدي أرجع تاني للفارماسيوتيكل للبلانتز دي وابتدي إن أنا أدور فيها على ايجنس جديدة لنيو انديكيشنز لكرانيك ديزوردر الزعام دي أنا مش لقي لها حل لديزيزز أدويتها الصناعية أو الكونفنشنل دراجز بتاعتها فشلت أو مش مقدية الغرض بتاعها بالشكل المطلوب وبالتالي ده متوقع لي إنه يزود لي جدا الجلوبال ماركت أناليسيس بتاعي أو استهلاك البوتانيكل دراجز والبلانت درايفد الفارماسيوتيكلز بشكل كبير جدا مع 20A22 يبقى كده فهمنا أسباب الزيادة المتوقعة دي أسبابها هي الحاجات اللي قدامنا دي الثلاث أربع حاجات دول خلاص آخر حاجة في النقطة دي عشان نبقى خلصنا إن شاء الله محاضرة النهاردة اللي هي الفكرة بتاعت إن إحنا بنتكلم على طب الاستهلاك ده تعالوا نشوف الفيلز اللي موجودة المختلفة اللي بتتغطى من خلال البلانت درايفد فارماسيوتيكلز في الوضع الحالي اللي إحنا فيه هتلاحظوا مثلا إحنا عندنا الأنكولوجي الأنكولوجي ليها كونتريبيوشن كبير جدا من خلال البلانت درايفد فارماسيوتيكلز بشكل عام سواء الناتشرل برودكت أو إن حصل موديفيكيشن في الناتشرل برودكت ده بشكل أو بآخر زي ما قلنا سينثاتيك وبالتالي بقى عندي بلانت درايفد فارماسيوتيكل زي ما قلنا مجال الدرماتولوجي تمام مجال السي ان اس سي ان اس دي زوردرز الهورمونال ديزيزز بأنواعها المختلفة تمام كده وفي بقى اثر ابليكيشنز مش عايزين احنا نتكلم فيها حاجات كتير جدا خلاص وبالتالي بقى احنا بنتكلم لو بيكلم على دول تقريبا أكتر من خمسين في المية لوحدهم خلاص اللي هم الانكولوجي الدرماتولوجي السي ان اس دي زوردرز طبعا عشان كده برضو هتلاحظون فيهم كرانيك ديزيزز كتير الهورمون ديزيزز بشكل عام برضو هي من حاجات اللي بتبقى كرانيك غالبا واذر ايه طب ايه الكلاسز المختلفة بما انكم لسه طبعين لنا من الفايتو ايه الكلاسز المختلفة اللي هي ممكن تلاقيها موجودة بشكل كبير في الاستهلاك في البلان دروجز هتلاقي مسلا عندك التربينز النسبة مش قليلة الاستيرويدز الجليكوسايدز الفينلز دول اكتر اربع حاجات بتلاقيهم موجودين برضو في الايه في الماركت بشكلهم او بعد الموديفكيشن التربينز الاستيرويدز الجليكوسايدز الفينلز طب مين اكتر ايليز في العالم بتشتغل في الحتة دي وشغالة على القصة دي ومتوقع ان الاستهلاك بتاحها يبقى اعلى حاجة الماركت اناليسس بتاحها يبقى عالي جدا الشراء الشراء فيها يكون عالي هنتكلم على منطقة اسيا طبعا الايجيا كلها والباصيفيك دي بتبقى اعلى استهلاك بعدها طبعا بيجي اوروبا بعدها بتيجي نورث امريكا وبعدها بتيجي اقل شوية الايه الارغة خلاص كده هيبقى طبعا اوروبا داخل معاها برضو الميدل ايست يعني الميدل ايست بتبقى في الرينج اللي هو بتاع ايه الهايدة لنما اعلى استهلاك دايما بيكون طبعا في منطقة اسيا امريكا هو اصلا اصل الترديشنال ميديسن في تشاينا وإنديا والحيطة دي يبقى احنا كده اخذ ده صورة عامة الصورة العامة دي بتوريك ايه هو الهربل دراج ايه تعريفه ايه الاشكال المختلفة اللي ممكن نلاقيها دلوقتي في الصناعة للبلانس وانحنا خلاص ما بقيناش بنتكلم فيه فكرة أعشاب وتي باجز والكلام ده احنا دخلنا في قصص تانية خالص واتجاه الماركت ناحية الهربلز وليه الماركت بيتجه ناحية الهربلز وسبب الزيادة في الشراء بتاعة الهربل برودوكس وزي ما قلتلكم الاستهلاك العالمي تقريبا متركز فين وايه هي الكلاسز بتاعة الكومباونز اللي موجودة في البلانس اكتر كلاسز موجودة نتكلم في حوالي اربع كلاسز هم دول الميجر اللي هم موجودين في معظم البلانس وايه هي كمان الـ الهربل برودوكس اللي البلانس بدأت تشتغل فيها بشكل ايه بشكل كبير يعني هكتفي نهاردة بالمخدمة دي ان شاء الله المرة جاية بإذن الله نبتدي ان احنا نكمل الشغل بتاعنا فيه بشكل اكتر ولكن انا دايما بحب اول محاضرة دي تكون تعريفية اكتر ويكون فيها ايه overview كده عن اهمية الموضوع يعني عايزكوا تحبه اللي انتو بتتعلموه يعني حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب فانت دلوقتي بتتعلم حاول تحب اللي انت بتعمله ويعني وان شاء الله بإذن الله تستفيد منه بأقصى خادر ممكن يعني وزي ما قطل لكم يعني انتو في سنة ربعة خلاص ففي سنة ربعة دي خلاص انت يعني سنة وحتبقى ممكن يعني تبقى مكاني تدرس تشتغل في صيدلية تبقى صيدالي فمهم اقول ان انت اقيم يعني العملية بالنسبة لك ما تبقاش مجرد ان انا قاعد موادة بذكرها عشان اخلص وانجح وخلاص دايما انا اقول الطلبة الحكاية دي يعني انت ركز ان انت بتشتغل عشان تبقى صيدالي كويس فعشان تبقى صيدالي كويس لازم يعني تركز في محاضراتك تتعلم اكتر من اللي بيتقى في المحاضرة يعني مش المحاضرة بس لا ده انت تحاول تتعلم اكتر من اللي بيتقى في المحاضرة اللي بيتقى في المحاضرة ده هو بداية اللي المفروض انت تعرفه مش نهايته تمام فدي برضو نقط من النقط اللي ايه اللي مهمة اوي ان انا حبيت ان انا نركز عليها في اول محاضرة كده يعني في التعارف ما بيننا وربنا يسهل إن شاء الله بإذن الله تستفيدوا من الكورس ده كله من خلال الكورس بإذن الله على خير خلال السنة كلها بإذن الله كل سنة طيبين وإن شاء الله بإذن الله نشوفكم بقى بإذن الله في المعمل على خير إن شاء الله سلام عليكم